الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر أكبر المترجم للقناة 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 تظلم أن الله يكون جبيه المعظمين لا يوجد إلا الله الله يكون جبيه المعظمين يقول أنها كلها الوانجة هذه الأميسة القوانات تنسى من المسلمة يبدأ من منطقه من يبدأ من المخططة إلى أيها الأخبار المترجم للقناة 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر 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 السلام عليكم 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما قامت بربها الأشياء وسبحت بحمده الأرض والسماء سبحانك ربنا ولك الحمد كما تحب وترضى أنت التواب الرحيم سبقت رحمتك غضبك وأنت الودود لا تكسر خاطرًا لامرئٍ وقف ببابك ولاد بجنابك أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائبٍ أو سائلٍ أقضي له الحاجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله خيرته من خلقه قمة العباد الإنسان الأول في الوجود شرفًا وإقدامًا وكرمًا وإعزازًا لأمر ربه وتمسُكًا به حتى أتاه اليقين نعم هو الإنسان الأول الذي أجرى الله على لسانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إنه المسلم الأول الذي تبقى هدايته في الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها لا يزهد فيها إلا هالك ولا يذيق عنها إلا زائغ صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون قال بعض علماء الإسلام إن الأعياد في الإسلام ليست أسواق طعامٍ وشراب وليست ميادين لهوٍ ولعب بل الأعياد في حضارتنا الإسلامية ارتبطت بذكرياتٍ وقيمٍ غالية أما العيد الأول فقد ارتبط بالشهر الذي يصوم الناس فيه ونزل فيه القرآن الكريم وأما العيد الثاني فهو العيد الكبير بل الأكبر ارتبط باكتمال الوحي في الأغلب وارتبط باكتمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا اكتمل هذا الدين مع هذا العيد الكبير لكن الذي ينبغي أن يعرفه المسلمون أن اكتمال الدين نظرياً صاحبه اكتمال الدين بيئياً صاحبه اكتمال البيئة التي تصدره لأرجاء العالم فالمُصطفى صلى الله عليه وسلم الحبيب ما ترك جزيرة العرب إلا بعد أن ربَّ جيلاً من الخلق هو أزكى وأطهر ما عرفت أقطار الشرق والغرب أنقى الناس ضمائراً وأصحهم عقولاً ربَّ الجيل الذي حمل رسالة الرحمة الخالدة بعده للعالمين كان هذا الجيل بتضحيته وأخلاقه وشجاعته ونشاطه نقل الإسلام من تلك الجزيرة لكي يستقر في جميع ربوع الأرض لتسعد البشرية به ولا زال الإسلام ينتشر برحمته مادةً وعددًا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور يشير هذا العيد السعيد الذي نحتفل به الآن إلى خلقٍ كريم أصَّنه نبي الإسلام في كيان الأمة وهو خلقٌ لابُدَّ منه لتكوين كل أمةٍ وإنجاح كل عمل وهو خلق الصبر والمصابرة إن طبيعة الحياة أيها المسلمون التي نعيشها ونحياها هي اختبارٌ مُزعي قد يكون اختبارًا بالبأساء الذي هو عبارة عن الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها العالم اليوم كل العالم اليوم برك على رُقبتيه لهذه الأزمة وقد يكون اختبارًا بالضرَّاء وقد يكون اختبارًا بالناس يختبر الإنسان بأخيه الإنسان يختبر الحاكم بالشعب ويختبر الشعب بالحاكم وجعلنا بعضكم لبعضٍ فتنةً أتصبرون وكان ربُّك بصيرًا هذا الاختبار بالأزمات الاقتصادية وغيرها له أسبابٌ وله حكم قد تكون الحكمة منه تهيأة الإنسان لتحمُّل الصعاب فيكون إذاً لا بد منه لدعم الرجولات وإنشاء البطولات فإن مواطن الراحة أيها الناس مواطن الراحة لا تصنع الرجال والرخاء الموصول المستمر لا يكون معدنًا صلبًا ولهذا يقول أحد زعماء العالم لا تسأل الله عن يُخفِّف حملك ولكن اسألوا عن يُقوِّي ظهرك إن خفَّة الحمل شعنُ الأطفال أما الذي ينهض بالأحمال الثقال ويتحمل الأعباء الشداد فهم الرجال ولهذا ترى عندما تميل طبايعُ الناس إلى حب الراحة والاستجمام يأتي القرآن الكريم قائلاً أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي الْجَوَابُ أَلَى إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ وهذا الاختبار أيها الناس بالأزمات الاقتصادية ليس سهلاً قد يستمر مراحل من الزمن حتى تكاد الأرواح تزهق والقرآن الكريم يضرب المثل لذلك في أماكن كثيرة وفي قصة أبينا إبراهيم مع ابنه بالنسبة للاختبار والامتحان عبرة لمن اعتبر الله أكبر الله أكبر أيها المسلمون لقد كوَّن النبي صلى الله عليه وسلم أمة من المسلمين الأولين كانوا رجالاً ونساءاً كانوا بنين وبنات مؤمنين بربهم إيماناً حسناً واثقين منه ثقة بالغة ولهذا تجلَّدوا وصبروا وصابروا عند الشدائد فانتصروا بأخلاقهم وقيمهم وصبرهم كانوا قبل الإسلام العالم الثالث بتعبير عصرنا وبعد الإسلام أصبحوا العالم الأول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارقنا فيها ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتزَّى بهذه القيم وبهذه الأخلاق الإسلامية ولهذا كان أمير المؤمنين أبو حفصٍ 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 يستفيد منها الفلاح يستفيد منها المزارع ونحن في هذا البلد لنا أرض واسعة خصبة لو اتمعت الحكومة مع الشعب وكونوا سدود لحفظ هذه النعمة التي تنزل من السماء ربما كان في ذلك خير كبير لكن هذا كله لا يكون إلا بقلوب مخلصة ولا يكون إلا بأفكار نيرة وجهد كبير تبذله الأمة شعباً وحكومة في كل مكان فإن الشعب هو الحكومة والحكومة هي الشعب الشعب هو الجسم والحكومة هي الروح ولا يمكن لأحد أن يفرق بين الروح والجسد هما شيء واحد يكمل بعضه بعضاً إذن فلنقم جميعاً حكومةً وشعباً نترك كل سفاسف الأمور لنخدم هذا الوطن الحبيب ولنزلها لهذه المحن ولا يكون ذلك أيها الإخوة كما ذكرت إلا بالوحدة واتحاد الرؤية فإذا عرف كل إنسان ما عليه بأمانة وأداه بثقة وقدرة فإنه ما من شك يصل إلى غايته المنشودة ثم لا بد من التحلي بالأخلاق إذا أردنا تحقيق ما تقدم فإن الأمم لا تخلق بالأوهام ولا تخلق بالخلال ولا تخلق بالأمان وما في الأرض من مواد حتى تبنيه كذلك الأمم إنما تبنى بالأخلاق فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وهذه الأخلاق والقيم النبيلة لا بد في تحقيق ما يرومه الإنسان بها أن تضم إليها القوة البدنية التي هي من أعظم نعم الله على الإنسان كي يؤدي واجبه على أكمل وجه ويبلغ أهدافه ولهذا ترى القرآن الكريم ينوه بهذه القوة في الوظائف القيادية بل وفي الوظائف العامة فأما في الوظائف القيادية فإن اليهود لما اعترضوا أن بعث الله فيهم من يقودهم ويربيهم قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال كانت طبيعتهم في تقدير الأشخاص بالمال فأفهمهم الله جل شأنه أن الرجال الكبار يكونون كبارا بالمعادن التي يصاغون منها والمواهب التي يرزقون بها والقوة العلمية والبدنية التي تجعلهم يستطيعون أن ينهضوا بما يحملون من أعباء فقال سبحانه وتعالى موضحا لهم هذه الحقائق إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ومعنى البسطة في العلم أن يكون القائد حكيما مدركا للأمور واضعا كل شيء في محله المناسب ومعنى البسطة في الجسم أن الإنسان يستطيع أن يؤدي ما عليه دون أن يغلبه إعياء أو يقف بهداء ومعلوم أيها الإخوة في تاريخ الرجال أن الهمم الكبيرة تضويخ أصحابها وتتعب أصحابها وأن القلوب الحية تكلف الأجساد ما لا تطيق ولقد أجاد ذلك المتنبِّحين قال وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام فعلينا إن أردنا الخروج عما نحن فيه من الأزمات الاقتصادية أن نتق الله تعالى أولا حتى نكون من الفائزين بذلك الوعظ الرباني الذي يقول فيه الحق سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأن نجدد النيات ونبني الهمم مرة أخرى لنكون كالرعيل الأول وما قاله الإمام الشافعي أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا ميت لست أعدم قبرا همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا فلتكن قلوبنا قلب رجل واحد إن أردنا النجاح ولنقف خلف قيادتنا ونساعد قيادة هذا البلد نقف خلف الأخ الرئيس وإخوانه من الوزراء والحكومات نقف خلفهم بالنصيحة نقف خلفهم بالإخلاص نقف خلفهم بأن نضع يدنا على أيديهم رقم الإختلاف الذي بيننا ينبغي أن نكون كأصابع اليد أصابع كف المرء في العد خمسة مختلفة ولكنها في مقبض السيف واحد والله أسأل الهداية والسداد وأن يحفظ بلدنا قيادة وشعبا من الفتن الظاهرة والباطنة إنه ولي ذلك والقادر علي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها المسلمون هناك شيء مهم وهو الفتن الكثيرة التي تجري في العالم المشاكل كثرت في دنيا الناس وأصعب ما تواجهه البشرية من ذلك الفتن الدينية وهذه الفتن هي من الأسباب الرئيسية كما هو معلوم لديكم التي أدت إلى الأزمات الاقتصادية هذا البلد ما تعثر وما دخل في بعض المضباط إلا بعد أن حصلت المشاكل في الجيران وهذه المشاكل أكثرها مشاكل دينية وخارجة من المساجد التي يصل فيها الناس رسالة المسجد في الإسلام هي جمع الكلمة ولم الشمل فإذا تحول المسجد إلى غير هذا العمل فقد خرج عما رسم له في الإسلام ولهذا اضطر كثير من دول العالم اضطر إلى إغلاق كثير من المساجد ففي بعض الدول في مدينة واحدة وأنا أعلم ذلك أغلق أكثر من تسعمية مسجد للجمعة يصل فيه الناس لكن أغلقوه من أجل ما تسير هذه المساجد من الفتن وفي دولة أخرى أغلق أكثر من تمانين مسجد يصل فيه الجمعة هذه المساجد لماذا أغلقت؟ أغلقت لأنها خرجت عن منهج الإسلام المعتد إذن أغلقت حسماً لباب الفتن ولهذا قلنا للإخوة المسؤولين في هذا الوطن الحبيب لابد من أخذ الحيطة ولابد من أخذ الحذر خذوا حذركم فيما يتعلق بالمساجد والخلاو القرآنية فلا يبنى مسجد ولا تؤسس خلوة إلا بضوابط ومراقبة شديدة من أولي الأمر لكن هذا الكلام لم يجد آذاناً صاغية ولهذا كثرت المساجد وأنا قلت مرة للإخوة في هذا البلد للإخوة المسؤولين قل لهم لفوا العاصمة وانظروا المساجد التي أنشئت من أنشأها؟ من يصلي فيها؟ ماذا يقولون فيها؟ قل لهم بنفسكم أم شو راغبه؟ خلونا نحن بنفسكم لفوا العاصمة شيفوا شنو الجاري والله ما من يومي إلا وترى ثلاثة أربع مسجد خمسة مسجد قيمة ما تعرف من بناها؟ والمساجد موفرة على أي حال هذا الكلام لم يجد آذان صاغية ولهذا كثرت المساجد والخلاوي كل إنسان يبني مسجد في بيته يبني مسجد كما يريد ويختار ما فيش حد يقول له لا وإن قلت له لا يقول لك أنت ليس مسؤول مني لذلك الصورة مخيفة حتى الآن كثير من الإخوة المسؤولين في القرى المحافظات هم الذين يتولون فتح المساجد ذهبنا إليهم قالوا لنا لا نحن نتولى فتحها وبالفعل فتحوها والناس الآن جعلوا يتمردون على مسألة الدين فالفوضى عمت أنا أقول لإخوان الحكام وعلى رأسهم قائدنا جذاكم الله خير بذلتم كل غال ونفيس لأمن هذا البلد ولهذا الشعب نسأل الله لكم التوفيق ولكن أقول للإخوان مسألة الدين مسألة حساسة لابد أن تتابعوا وتأخذوا الأمر بالجد الوقاية خير من العلاج أكثر الدول الآن ما احترقت إلا بإسم الدين فالدين خطر نسأل الله أن يحفظ بلدنا من الفتن نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا من الفتن ونسأله سبحانه وتعالى أن يقوي عزمنا وأن يوحي صفنا وأن يجعل كل عدو أراد أن يكيد لهذا البلد أن يرد كيده في نحره وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وأن يحفظ بلادنا قيادة وشعبا وأن يحفظ الإخوة الحجاج في بلاد الحرمين الشريفين وأن يحفظ الحرمين الشريفين حكومة وشعبا وأن يبعد كل الفتن من ذلك البلد الحبيب أسأله تعالى أن يجيب دعوتي في هذه الساعة وأن يحقق للأمن والاستقرار وكل عام وأن تنبخي بخير ونسأل الله تعالى أن يجمعنا في وقت آخر والسلام عليكم والله نقول لكل تحياتي لأسرة التشادية أتمنى أن لكل الأسرة التشادية السلام الشيء المهم جدا والصيحة والشيء المهم في بلادنا ونحن نتحدث عن الأزمة المالية والأزمة الاستسادية الشيء المهم في بيجي في مصر يعني حقني أكيد يعني مهمة لأي النساء الشيء المهم يعني بس خاصة للشاد الأزمة دي كلها يعني ما في بلد واحد ولا بلد اثنين لكن عالمية وإن شاء الله أتجاد بلدنا يمرك بمدة غريبة جدا من عزمة المالية وأزمة الاستسادية فخليه أتشادين زي ما نقول لهم إداد مرات خليه أخدمه بدين أي خدمة أنت تغثي البيت ودعي لك علمنا في جاي إنسان بيجيب له وتشرب له في علمي قدام أكناك بدين خدم بلده ما تمشي قدام خليكم بكام محمدتم ونقول لهم إيد السيد بوغيد كلهم أنتم بخير السلام عليكم شكرا شكراًا لك شكراً للمشاهدة شكراً لكم شكراً لكم